الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس عز البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين متابعين أينما كنتم بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي والإسلامي وكل من يلتقط بثنا هذا في يوم الواحد وعشرين من شهر رمضان المبارك في حلقتنا الواحدة والعشرين مش الشهر ومشت الأيام مشاهدي كرام اللهم اقبل منا طيب العملي والعبادة يا رب العالمين تسعة وثلاثين درجة مياوية مشاهدي كرام كما تشاهدون في هذه اللحظات هي درجة الحرارة أو أربعين الرجل كانت تسعة وثلاثين الآن انتبعت إلى أربعين درجة مياوية هي ما بين البين درجة الرطوبة فيها درجة بسيطة عالية بعض الشيء ولكن كما تشاهدون الرذاذ الماء الرشاشة المنتشرة في أروقة وساحات المسجد الحرام إضافة إلى التكييف والمكيفات المتوزعة في كل مكان مشاهدي الكرام كما عودناكم الله يجعل أيامكم إن شاء الله وصيامكم مقبولا يا رب العالمين ويسدد رمي كل من كان على حدودنا الجنوبية وفي كل موقع لخدمة هذا الدين والوطن اللهم سدد رميه وأبعد عنه كل ما يضر يا رب العالمين مشاهدي الكرام الروح فاصل كما عودناكم في برنامج من الحرم ولنا عودة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياكم الله من جديد متابعينا من الحرمات هذا هو إيميل هذا البرنامج الذي يمكنكم أن ترسلونا كل ما عليك هو تصوير مقطعك عبر السناب الشات ومن ثم حفظ المقطع مهم جدا يكون عشر ثواني وترسله لنا على الإيميل ليتسنى لنا بثه لك في فقرة السناب من الحرم مشاهدي الكرام العقيد محمد البليخي هو قائد مساعد قائد قوة الساحات الغربية في الحرم المكي الشريف هو ضيفي في هذه اللحظات الله يحييك أخي محمد الله يحييك أخي محمد أخي ناصر مساء الورطة العودة الخير أشهر مبروك يا رب عليكم الله يحييك أخي محمد الله يحييك أخي محمد أقول لي وش حدود مسؤولياتك أنا طال عمرك هو الشيء بسم الله الرحمن الرحيم حدودنا طال عمرك من الباب الشبيكة إذا كنت تشوفه قبل التوسعة إلى البدروم اللي على الباب الملك فهد طبعاً الكثافة تكون عندنا في باب الملك فهد باب الملك فهد هذا اللي هو مواجه لنا نعم اللي أمام دار التوحيد أمام فدك دار التوحيد طبعاً يكون فيه كثافة من بعد صلاة العصر اللي هو من بداية استلامنا إلى نهاية صلاة التراويح طبعاً إحنا مسؤولين عن الممرات أو المشايات مثل ما نسميها اللي هي نقسمها دخول وخروج وأثناء إن شاء الله أثناء خروج الصلاة أو أثناء انتهاء الصلاة تكون مهمتنا منع دخول للسماح للمصلين بالخروج ممتاز هذه الآن أمامك وين المواقع اللي تتبع لكم هذه الساحات كلها تابعة لكم نعم صحيح الباب الملك فهد من جوار باب الشبيكة صحيح إلى البدروم اللي على الباب الملك فهد جواراً حتى الملك فهد نعم صحيح كم تقريباً تتوقع اللي يصلون في هالمواقع أو يتسع للصلاة تقريباً والله ما أقدر أعطيك رقم معين لكن ممكن في اعتقادي أنه يتجاوزون السبعمية ثمامية ألف ممكن تقريباً كيف بالنسبة إذا قارننا جمعة هذا العام أيام الجمعة بالجمعة العام كيف وجدت الكثافة وين كانت السلاسة أكثر والله السنة هذه والله الحمد فيك كثافة لكن الحمد لله فيه سلاسة برضو نفس الشيء العام الماضي لكن السنة هذه ممكن يكون التواجد أكثر أو المواقع يعني توسعة خدمت والله الحمد والفضل والشكر سواء خدمت المعتمرين أو المصليمين كذلك خدمتنا لأن التوسعة تأخذ أعداد هائلة والله الحمد الحمد لله بنروح فقرة طريقي للحرم مشاهدين ولنا عودة تابعوها فهي خريطة الطريق من وإلى المسجد الحرام شكراً ناصر رئيس رقب السباة الشمراني من مركز القادة والسيطرة لمهام العمرة يطيب لي تقديم التقرير المختصر لهذا اليوم الموافق 21-9-437 عن الحركة المرورية المتجهة إلى مكة المكرمة بالنسبة لطريق الشميسي كما تشاهدون على الشاشات الكثافة ما بين خفيفة إلى متوسطة وتزداد الكثافة في الساعات القادمة أيضاً طريق الهدى كما تلاحظون خفيفة الآن إلى متوسطة أو تزداد أيضاً الكثافة في الساعات القادمة كما ننصح قاصدي بيت الله الحرام باستخدام حافلات النقل الجماعي من وإلى الحرام لتسهيل تنقلاتهم والحفاظ على سلامتهم هذا كل ما لدينا في فقرة الطريق للحرام وشكراً لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صلاة القيام بدأت الناس يمكن تشهد العشر لواخر كثافة عالية إيش حابب تقول للناس إيش النصايح اللي فعلاً تسديها للناس النصيحة بس الله يطول عمرك أرى بس أنه يتعاونهم مع رجال الأمن رجل الأمن جاي لخدمته خدمة بيت الله الحرام يتعاون معه في تنفيذ التعليمات التعليمات هذه طبعاً طالما نستلمها من القيادة والسيطرة إذا عطتنا القيادة والسيطرة الأعداد إنها في الداخل مساحة أو الكثافة عالية نمنع الدخول بعض المصليين يحاول يدخل يعني بطريقة أو بوحدة بعضهم تصدق حتى لما ألتقي معهم ينزعجون من الموضوع هذا يقول لك العسكر يمنعونا يمنعونا لمصلحتهم لمصلحتهم للتدافع يعني أول شيء ما عد فيه مساحة يجلس فيها المصلي أو يصلي فيها فنسمح له باستخدام السلالم باستخدام الساحات يعني الراحتة إنا معه ولا نبغده لكن هل بالإمكان إنه إنه أحد كده بمزاج ويجي فكرة يلا قفل قفل ولا هي المسألة مدروسة المسألة ناخذها من القيادة والسيطرة القيادة والسيطرة تعطينا إشارة عن طريق العمليات أو عن طريق المحطة ناخذ الأمر ونسكر أما يعني من مزاج أو كده لا مو بصحيح يعطيكم الصحابة العافية سعد راقين محمد بن زيند البليخي أنت مساعد قائد الساحة الغربية بالمسجد الحرام لمهمة العمرة في هذا العام أشكرك وأشكر في زملائك عن طريقك شاكر ومقدر حسن طحن شكرا لك شكرا لك مشاهدين رحنا عملنا تقرير هذه المرة عن مسجد الحرام لكن عن كذلك التائهين وكيف إذا ضاع طفلك أين يتجه ولمن وهذه والله نصيحة يا جماعة نحرص قد ما نقدر أنه نربط في يده سوار أو حتى نسجل إذا مرة مرة سجل على معصمة رقم جوالة ترى هذه فادت ناس كثير ووجدوا أباء أطفال واجد لأن الأعداد الكبيرة لا تستهين ترى الرقم كبير في الحرام نشوف التقليل ولينا حاولها ها تقرير اشتركوا في القناة بعد ذلك ننتظر فترة من الزمن تقريبا ما بين 4 إلى 5 ساعات أو 3 ساعات يتم بعدها تسليم الدويل وتسليم الدويل أما بالنسبة لأحد استقبال البلاغات نقوم نستقبل البلاغ نأخذ أوصاف الشخص مع اسمه مع ذكر أوصاف الطفل بعد ذلك نمررها على العمليات والعمليات يقوم ببلغ زمنه داخل الحرم في مطرة جميلية قصيرة الحمد لله والله الحمد يعني بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله ما وجد أي شخص إلا والحمد لله أحضرنا اشتركوا في القناة حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام العقيد محمد السيمي مدير إدارة الأمل في دوريات أمن العاصمة المقدسة تحدث بأن في السابق كان الوردية التي تستلم كل 6 ساعات فيها 300 دورية اليوم لا في العشر الأواخر صارت 500 دورية فلك أن تتخيل 500 دورية موجودة كل 6 ساعات من أجل حفظ الأمن نتكلم عن العاصمة المقدسة وليس محيط المسجد الحرام المسجد الحرام ومحاوره والمنطقة المركزية بشكل كامل هذه لها قوة خاصة ولها قائد ولها قيادات كاملة فيها من كل القطاعات نتحدث عن الأمن نتحدث عن المرور نتحدث عن التحريات الأمن الدبلوماسي قوات الطوارئ الخاصة البحث والتحري كل الجهات الخاصة أنا أعتذر اليوم لأن الحلقي شوي صار عندي التهاب ف500 دورية كل 5 ساعات هذا من أجل العاصمة المقدسة واللهم لك الحمد زي ما تشاهدون ضيوف الرحمن بهذه اللحظات القادمين للعمرة وهم في أتم صحة وعافية أنا حبدا معهم بإذن الله تحياتهم وتحياتهم السلام عليكم رحمة الله وبركاته تفضلي من وين؟ من فلسطين إن شاء الله سهلا من حبث سلمي عليه في فلسطين؟ من ولادي أولادي سعيد سالم بنات السبعة سوها يخليهم لكم ع شاء الله سعاد سلوة حسنة سوسان مين أتذكر كمان يعطيك العافية كل عام ونزب ساحة وسلام وأنتم بخير يما الله يرد عليكم أنا مبسوطة ومكيف عندي عندي الكعبة عبال عندكم يما عبال كل فلسطين يا رب تجي عند الكعبة يا رب الله يهدي كل الشباب يا رب ربنا يهدي كل الشباب يتحمهم ناشر مرة أنا هون عبال كل فلسطين تيجي هون الله ينصرها يا رب يخليهم يا رب كل الشباب الله يهديهم يا رب الله يهديهم شكرا لإله شكرا للملك شهدكم الله يحميه ويخليكم على الخير هذا كل اللي شايفينه الحمد لله رب العالمين يا رب شكرا لحجا السلام عليكم أنا جزائرية من الجزائر نعم وراحم الملك لول إن شاء الله يا ربي آمين أيها والله يحفظكم والله يستركم وربي مشي هدي تالية هدي غلة ولونة زيد وتالية يا رب مبروك مبروك العمر الله يسلم مبروك أبروك العمر الله يبرك فيك الله يبرك فيك شكرا 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 السلام عليكم أنا من المغرب نسلم على ابناتي جواهر وميمة وخولد غيتا نسلم على مالي المغرب كاملين وتنشكر المملكة السعودية المملكة المغربية وشكرا شكرا السلام عليكم السلام عليكم أنا من المغرب نسلم على أولادي كلهم كبارا وصغارا الحمد لله على هذه البلد المكبرة بنا الحمد لله مبروك العمر مبروك وجودك في هذا المكان الله يردك لأبنائك سالمغان ما يرم تفضلي أختي تفضلي بس قليلنا نتكلم مع الأختي ها تفضلي ما وقت أي تفضلي رجل أنا سلم على أولادي تعالي قربي ماما قرب أح تفضلي سلم على ولداتي على المغرب كلهم استاهلوا ويخليك ولدي يخلي لك سحيحتك الله يعاونك خير يا رب الحمد لله ولدي وسهل أليكم مصرح مبروك العمر تقبل الله يا رب طيب نروح للأخوة نروح للأخوة هنا السلام عليكم سهلا وسهلا هني من متابعين للبرنامج من أول يوم رمضان حبيبي هني من العراق من بغداد انت تشوفوها بالعراق إن شاء الله ونريد عيكم ويا رب يثبت بلد التوحيد وينصر بلاد المسلمين متوصولك يا حبيبي والله وصلنا قبل ثلاثة يام ما شاء الله الحمد لله على السلامة الله يبارك بيك الله يجعل عمره مقبولة ونسألك الدعاء إنا وإلكم وخادم الحرامين ولكل شكرا أنا سعيد جدا أنك قلت لينكم تتابعني في العراق والله شي يسعدني الله يبارك أنا يعني تجيني ردود بكل الحالة على ولكن الحمد لله هذا شي جميل أنكم توصلوا لي هنا فضل يا حبي أنا الحج متولي مصطفى شهبة من أهلا وسهلا من كفر سعد وطمياط أهلا وسهلا من قرط الإبراهما الإبليع أهلا وسهلا فأنتم مشرفين الدنيا ومكة المقرمة والمدينة المنورة وأهل السعودية كلها وإحنا شاكرين أفضل للبلد على توزيع الهدايات والقرم كله ممسوط أنت؟ أيوة ممسوط والله كل أمن وراحة ممسوط كل أمن والأمان والأمن كله لرعاية المعتمرين تشعر أنه نحن قاعدين جامل بما ننقل ولا هذه الحقيقة؟ لا هذه الحقيقة والله أنتم مقاملين أنا ما أعرف لما تنقل الحقيقة يقولك أنت الجامل والطب لا 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 أنتم مقاملين الشعب كله والمعتمرين يكفي هذه الابتسامات يا صديقي الله يبارك لكم الله يقبل منكم الله يقبل ممن وقف بجهده وكل ما يملك من عجل هذا الوضع والخير كله والخير كله شكرا فيماك المقربة والله شكرا 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 نشكر العاهل السعودي على حسن ريافط ولمملكة وللناس الضيوف اللي هنا نعم ونشيد بالأمن هنا ماشي زين مبسوطين زين مرتاحين ونشيد بالتوسعات في الحرام أبس ألك سؤال شكرا أبس ألك سؤال الآن لما خاصة قبل الإفطار لما بيجوك العسكر وبيعملوا لي مثل هذه الخضرة المشايا ويضروا لك امسك المكان هذا بعض المعتمرين يضايع لا 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 انت رأيك لا 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 ما يصغير ده كلام بكل فاضل اي يعني يعني ولازم كل واحد يلتزم بموقف الجيش الموجود التعليمات التعليمات بتاع الإدارة ام يعني تشعر انه هاد في طريقك او في صالحك ولا تشعر لا 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 مش مرشوش تعصف دي هذا ما تعصف من الأهالي دي صالح الأهالي انه كل واحد يلتزم المعتمرين ايه لأنه المعتمرين اليوم يعني هنا في هذا المكان اللهم ملك الحمد ما في فرق الحمد لله لا ما في فرق دي جسية واخرى او وجب واخر او لون واخر او كل هنا كل لو شواشي اشكرك اشكرك افرقوا انا احب اشكرا السعودية الملك والله في نظام شايد ونحنا اتبع تعليمات الامن هن بنصدمه فينا والله والله ما نتضايق والله اقول لك كلام انا شاهدت في مكة انا شاهدت في مكة والله في موايد بتنزل من فوق للرحمن والضيوف يعني ما فيها الفطار ده بيجي منه ما معروف ذاته والله لكن في حاجة بتنزل من فوق ربانية والله ولا من هنا حي المملكة السعودية وحي شعب المملكة العربية السعودية والملك ربنا يحفظوا ويتولاوا وحي اهلي في السودان كلهم في غريتة الشيخ الكباشي ونحنا نحيهم كمان حي اهلي في غريتة الشيخ ابراهيم الكباشي الخليفة عبدالوهاب وابناء الشيخ ابراهيم الكباشي يميعا ونحنا الجالي السوداني الحمد لله مرتاحين ومبسوطين والله موايد بتنزل علينا من فوق من السماء ان شاء الله واي شي راقلنا خلي لاكل والله في محله رغم انه الملايين اللي يشوف الناس يقول والله الناس دي لا تخلص ولا تاكل ولا تشرف لكن الحمد لله يطلعوا من المسجد الحرام كلهم شبعانين ولويانين الحمد لله الله يزيقكم ومن نعيمه ويقبل منكم الصلاة ونحن السودانيين نحب الكرم الله عندنا توائي نحن في الحرام عندنا السودانيين عاملين محلات بتاعة الفطار في الحرام هنا بره الحرام عاملين عندنا العصيدة وعندنا القراسة ويشي عندنا ومنفطر معانا غير السودانيين والكسرة والكسرة نعم والكسرة السودانيين عندنا بعنواع يا أخي شكرا جزيلا ومنفطر معانا أسعدتني بهذا اللحظة الله يكرمك شكرا جزيلا واشكر السعودية وربنا نحفظهم الله يحفظك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الجهود الجبارة نشكر الجهود الجبارة من لزارة الداخلية على حسن حسن تنظيم السير من الدفاع المدني والدفاع المدني والأمن العام والطوارئ على حسن الترتيب وعلى حسن الضياق ما يعجبك أكثر شيء في الحراب والله يشوف التنظيم بالنسبة لك مريح مريح جدا طيب إنت لو كنت باشي مثلا بواحد من الممرات وقبل الفطور دقيقتين وجاء عسكري قال لك لا ممنوع من هنا أطلع من هنا لا لأن هذا النظام بعض الناس ترعبين نعم صحيح لأن الحين هذا الترتيب السير وهذا واجب عليهم شكرا لهم شكرا لك عابي شكرا عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله تم تسلم علاقة على عائلة في المغرب يستاهلوا طيب نظري فيهم ياه آه يواردة نسلم على العائلة وعلى وليداتي وعلى الناس وعلى الحباب والله ينصر صيدنا والله يعاونكم ويسترع عليكم شكرا ويخليكم شكرا مبسوطة مبسوطة الله يرد عليك والله مبسوطة آخر إبساط الحمد لله الله يزيدك يا رب تعال 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 يلا تعال 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 تفضل تفضل يا ماما أطلع السلام عليكم ورحمة الله الله يسلم والملكة عبد الله اللي يرحم والجنة أهلا سهلا الله يسلمكم طيبين اخوان العسكة كلهم الله يسلمكم كلهم والله بنعم به قد يطيب ياهلا سهلا طيب قول يا حبيبي قول قول هذه الكاميرا أمامك من حابا تسلم عليه والله حابا أسلم الله يرحم برضو أبسا والملكة عبد الله الله يرحمه الله يغفر له مترحم عليه جميعا ندعو لي قائدنا وملكنا ملك الحزم والعزم يكسلمان بطولة العمر يا رب والتأييد والنظر ودائما يا جماعة بالذات ما ننسى جنودنا اللي يرابطون على الحدود من عجلنا شكرا شزاك الله غير طيفك شكرا ها حبيبي السلام عليكم انزل يا حبيبي لو سبحت همس عليكم اهلا مسهلا السهل خير وال Gutso Personal اول شي كيف شفتون اخوك انطقي الشكل عام بالحرم والله انطقي نظيم كيف شفت الطريقة ب اقولها وترى انا لما انقل كل انا والله يعني استغرب بعض الأحيان يعني بعض الاخوان يقول ان انت تجامل انت تعز يا اخي انا انقل واقع ما حجبها لو انجيب غربان قبل صلاة المغرب ما بين المغرب والعشاء الآن القيام كيف تشوف التنظيم داخل الحرم هل تجد انسيابي ولا في فوضى لا 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 الحمد لله مرتاحة مطمئن مبسوط يعطيك العاطية أنا باكستاني مريض كل شيء لكن مستشفى ما في كيف مستشفى ما في مستشفى لأنا مريض ثلاثة أيام طيب ممكن لو سمحت أنا ممكن أطلبك طلب ممكن دقيقة عشان هذا مشاهد ما ما بي فائدة من كلامك أنت مريض أبغاك تنتظر بعد برنامج أنا وإنت نروح مستشفى ممكن لا صاحب السيارة يقول المستشفى نور مئة ريال ممكن أنا روح أنا وإنت مستشفى بعد البرنامج أفتر فانش فروغرام أنا لا يريب انتظره أنا وديك أنا مي مي طيب أنا لا يريبه أنا واحد شوف أين مستشفى يقول هذا مستشفى نور ممكن لو سمحت انتظار يا شباب خالد طيب شوف شوف هذا لو سمحت افتحوا الطريق لو سمحت افتحونا المجال هذا 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 مستشفى روح لو سمحت هذا إسعاف لو أنت عندك مشكلة على طول هو يشيرك وديك مستشفى هنا موجود كثير من هذا لا أنا لا موجود طيب ممكن لو سمحت لو سمحت يا حبيبي انتظر ممكن لو سمحت انتظار سوي ويتنق هنا أنا أفتر فانش بروغرام اي قووو وديو انتظار بليس طيب وإذا كان الله يحيي الله يحيي أهلا وسهل أنتو وش بسا لا أطاعمك هذا يقول أنه تعبان ويمغى المستشفى فقط يعني يعني انتك وتشوفوا معه يوصل الانسعاف هنا موجود جماعك كل شيء والله العظيم كل ما تتمناه في هذا المكان هو موجود تبغى الطوارئ تبغى المستشفيات رجال الأمن حتى البحث والتحرير الجنائي موجودين فاللهم لك الحمد وشكرا نشكرا القناة الكريمة هذه ما تقدمه من دعم للمعتمرين ايه اوقف ليجي الله يوفقك ايه تسلم وشكرك كبير للملك سلمان الله يحفظه مبسوط يا بوي اديت عمره تكبير سهولة اللهم لك الحمد ابقى اخذ مع اخر اعتبر منكم اجواء انا عندي وقت طيب مشاهدين الكرام انتهى وقت البرنامج لهذا اليوم نحاول قد ما نقدر والله نرضي الجميع واحنا ما وجدنا هنا والتوجيهات اللي عندنا من الاصل من قيادة هذا التلفزيون باخذ اراء الناس وسماعها ونقل الصورة المخلصة الصادقة الامينة عما يدور في بلادنا نتمنى دائما ان نكون عند حسن الضم واذا جاء مننا قصور ترى بشرة بالاخير نتمنى منكم واسع العذر اذا الله جعلني وياكم من الاحياء مشاهدين الكرام غدا في السادسة وخامس دقائق هو موعد جديد في هذا البرنامج لنطلع عليكم من الحرم المكي في برنامج من الحرم هذا ناصر حبتر وفريق العمل ببرنامج نستودعكم الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس عز البيت من ترجمة نانسي قنقر